جرزيكم الله وخير يقول هناك من النساء من تستعمل في زينتها وطيبها بعض أنواع الطعام كالعسل والطحين بعد خلطهما أو بدون الخلط ما حكم ذلك في الشارع تستعمل الطحين والعسل بعد الخلط أو بدون خلط في الزينة لا بأس بذلك إذا كان هذا فيه فائدة بالأشياء التي تتزين بها ولا مانع من ذلك ولكن مع الحذر من أن تظهر هذه الزينة أو هذا التجميل تظهره للرجال الذين ليسوا محارم لها فلتدستها تستر زينتها عن الرجال ولا تبرزها إذا ظهرت من بيتها التستر نفسها سترا كاملا